دلوقتي سنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا من الشرقاء شكرا لكم مصطفى أتأمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقدير المصرية للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمات الدقيقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا دويتشبان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا لتشغيل وإدارة منظمة القطار الكهربائي السريع وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية وبالتركيز على الجانب التأهلي للكوادر البشرية الفنية وذلك بالنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج وذلك بهدف صيغة والسقل الكوادر البشرية الفنية المصرية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك بحضور وزير النقل وصرح متحدث رئاسة بأن اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية وعملية تطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأوضح متحدث رئاسة أن ملك الأردن قدم تعازيه الشخصية ومواساة الأردن الشقيقة حكومة وشعبا للرئيس السيسي والشعب المصري في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين صرح مصدر أمني أنه تبلغ للأجهزة الأمنية حدوث ماس كهربائي بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبى موسى الأسود بمنطقة كارداسة بالجيزة وأوضح المصدر أنه بالفحص تبين التعامل في حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العامل بالكنيسة ولم تسفر الواقعة عن آية خسائر واعتذر مسؤول الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة وأضف المصدر أنه تم اختار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة انطلقت أول أيام مبادرة أنت الحياة بمحافظة الفيوم بمركز إطصى بقرية قلهانة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجمعة البريطانية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستمر المبادرة حتى العشرين من أغسطس حيث تمت خلال اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة هذا وتفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري والوفد المرافق الفعاليات التي تتم ضمن المبادرة بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الوضع في محطة زابورجيا النووية جنوب أوكرانيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش يأتي هدى في الوقت الذي حضر فيه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي من أنه إذا وقعت كارثة في زابورجيا فأن أوروبا بأسرها ستكون مهددة وفي خطاب له قال زيلنسكي أن روسيا لا توقف اكتزازها داخل محطة زابورجيا للتاقة النووية في محيطها لافتا إلى أن القوات الروسية تخفي دخيرة وعتادا داخل مدرئة المحطة نفسها نهاية مجزة ثامنة عودة لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل